كما قدم سموه الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية اليوم واجب العزاء لأسرتين الشهيدين الملازم أول طيار سيف خلف سيف الزعابي والملازم أول طيار عبدالله علي الحمود الذين استشهدوا في ساحة الواجب والشرف خلال التمرين العسكري بين القوات المسلحة الإماراتية والمصرية وذلك بمدينة كلباء بإمارة الشارقة ومنطقة صرم بطويين التابعة لإمارة الفجيرة وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتين الشهيدين الذين قدما روحهما دفاعا عن الوطن بواسع رحمته سائل المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكينهما فسح جناته وأن ينهم ذويهما الصبر والسلوان وقال سموه أننا فقدنا اثنين من أبناء الوطن كان مثالا للأخلاق الفاضلة والتفاني والإخلاص في العمل وكان مثالا وقدوة في الانضباط والتفوق بقدر ما أخلصا وأوفيا وأنجزا من أجل الوطن نالا من الله ما استحقاه من شهادة في سبيله وفي سبيل وطنهما والحق والواجب وأكد سموه أن الشهيدين ليس فقدي أسرتين فقط بل هما فقدي الإمارات معربا سموه عن تعازيه واعتزازه بكل شباب الذين يؤدون واجبهم الوطني في كل مواقع البذل والعطاء لأجل الوطن ورفعته وسلامته راجينا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يسكينهما مع الشهداء والأبرار وصدقين ترجمة نانسي قنقر